قبل الموشي موش واي شي تاني عنا اعلان لطيف بسيط خفيف اصدقائنا الرائعين بنحب نخبركم انه فتحنا ميزة السوبر تانكرز والانتصاب للقناة يعني بتقدروا تدعمونا بالطرق اللي بتحبوهم مقابل خدمات عنا مثل الامجز الخاصة ومقاطع حصرية وتعليقات خاصة للكم او اكتر حسب الوضوية اللي بتختاروها وممكن نستشيركم ونتواصل معكم طبعا وهلأ موشي موش يا اسطير ارجعنا بحكاية ميديا القسم الثالث لو ما شفتوا الاقصى نستبقى لازم تشوفوهم والرابط باول تعليق قبل ما نبدأ صلوا على رسولنا الكريم واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وليتس جو توصل ميديا للمكان طبعا بشكل سايكي وبينصدم يالوس لما بيشوفها بيحكي بعقله انه لازم تكون ميتة وبيتسأل كيف فشلت خططه وبيتطار يتصرف بشكل طبيعي قدام الناس طبعا بيقترب منها وبيضمها وبيسألها عن اللي صار فبتحكي له رحت عالحديقة مثل ما طلبت مني وهاجموني فرصان لا يقتلوني تفرح ميديا انه فيها تستخدم ساذاجة وطيمة سايكي وتحكي هالكلام الكل يصدقها لانه سايكي معروف انها طيبة وما بتكذب بس يالوس شخص مو سهل ابدا ولهيك بيحكي مين تجرأ وانتحل شخصيتي وخبريني كيف كانت اشكالهم لحتى الاحقهم وعاقبهم فبتبتسم ميديا وبتحكي هيك ازان بتتلعب بالناس تمام رح احكي لك اشكالهم وبتوصف له اياهم وبتحكي له بس شوي خليني افهم في حدا انتحل شخصيتك كيف هادور رحوا على مكان لقاءنا السري اللي ما بيعرفوا غيرنا بهدف قتلي بينصدموا الناس وبيحكوا وبيشكوا بالامبراطور ولا مين اللي عمل كل هاد فبيضايق وبيحكي سكروا باب الحق لا عن جد بيحكي سكروا الباب وما حدا حيطلع غير لا نعرف مين انتحل شخصيتي وتجسس علي وشكله في حدا عم بيخطط للانقلاب وبيحكي انه رح يلا الفاعل ويعدموا فبيجوا ناس يعترضوا انهم ينحبسوا هون فبيحكي اي حدا رح يعترض رح يواجه عقوبات فبيسكتوا المهم بعده بياخد ميديا وبيحطها بالعربة معه وبيحكي لها خليقي هون لأحميكي لابان ما الا اللي حاول يقتلك بس ميديا بتعرف انه رايح يبحث عن اللي خرب خطة اويلوما بينزل هو مع كم جندي لا يبحثوا عن المكان السري المهم بيلاقي المفاجأة كل فرسانه مقتولين بس اللي غيروا ميديا وهيلي هو طريقة قتلهم لانه رجعوا طعنهم بواحد من سيوفهم لحتى ما حدا يعرف انه تم طعنهم بخنجر وخبوا سف بمكان بعيد لحتى يحتاروا من اللي عمل هيك بس يالوس المرعب عنده خطة تانية ولا يجاب فارسان معه بس كل حلمه كان انه يمتلك قوة سايكي بس شكله كل شي اختفى ولا يحط اللوم على غير حدا بيقتل الفارسان اللي معه ولما بيوصلوا سايكي وهيلي بيكتشفوا انه سكروا كل مكان بالقاع بيخافوا كتير لانه هيك رح يكونوا المشتبه فيهم وما في مجال يفوتوا بعد تفكير كبير بيحكي هيلي في عندي حال بس ما نفسي اعملوا ابدا فبتحكي له احكي لنا اياه بسرعة قبل ما نموت وبيكون حال هيلي يعمل انه الاثنين موجودين على الشرفة مع بعض كحبايب ولما بيفتح الحارس باب الشرفة بيجين صدم بشوفتهم يعملوا حالهم ما كانوا بيعرفوا اي شي المهم بتخجع للفارس اللي شافتهم وبتوقف مصدومة بتقلعها سايكي بدور ميديا الشارس وبتخبرهم انه لازم يجمعوا عند القاع وبتسكر الباب بتخاف سايكي وبتسأل هل كنت منيحة فبيحكي لها قسكة شوي قبل ما تشك فينا وتسمعنا والواضح انها بتسمعهم ما بيقدر يالوس يحبس الناس اكتر من هيك وبيعلن بعد عن الناس اللي حاولوا يقتلوها وبيعلقهم كلهم على البوابة بشكل مخيف تحزن ميديا شوي خصوصا على اللي ما لهم اي دخل المهم طبعا يالوس بيحكي لها هات مصير اللي بيلاقي اي حدا بيحاول يقترب من حبيبتي فلا تقلي وقال الكل بيحيي بيرجعوا لها القصير وبتكون جروحها وقدرتي صارت اقل فبيحكي لها يمكن من الصدمة وبيقولها نو متضايق كتير انو مهوب اللي انقذها وبيسألها اذا شافت الشخص اللي انقذها لانو بدو يكافؤه طبعا ميديا مغابية عارف انو بدو يقتل اي شاهد على الموضوع فبتعطي مواصفات كذبية لشاب ضخم طويل جدا بشعر بني على احمر وبيحكي لها فيكي تطلب مني اي شي فبتطلب شي سر ما بيحكو لنايا المهم بالنسبة لساكي وهيلي فصاروا يتلاهوا اكتر وطلبت منه تتعلم المبارزة مشان لا تنكشف وتكون اقوى وقالها نوماين دومانا فبتحكي له انو حالته سيئة وبتسألوا عن السبب فبيحكي لها انو عم يحلم احلام سيئة كتير عم بيضل يحلم بميديا موتها بيفي دائما مروم وبيرسل يالوس بيطاق دعوة لميديا وهيلي لايجو لانو بتكون ساكي طلبت منو تتدرب على السيف ولما بيشوفها والدها بيتفاجأ من طلبها وانها قصة شعرها اما ميديا فقبل سبع ايام من هلأ اكتشفت انو كل الخدم اللي عندها هم مجرد اتباع يالوس وما في حدا منهم بيحبع عن جد وللأسف فهي صار لها فترة عم تنزف من انفها من وقت ما تبادلوا الاجساد وسايكي قررت تتقبل انها عايش بجسد ميديا وتكون قوية وحاولت حتى تشفي والدة ميديا اللي ما بتستهل وان شاء الله ما بتصيب وقررت تتعرف على كل الاصر لا تكون فعليا ميديا بتروح تعد على مكتبها وبتلاقي درج نسكر فبتحكي لها الخادمة من زمان ما فتحتها الدرج طبعا فضول سايكي بيخليها تفتحوا وبتلاقي في قيلادة تتساءل لمين وبتلبسها وبتطلع لها تقبل هيلي لا يتدربوا سوا بيتذكر هيلي وهو عم بيدرب ميديا لما كانت ميديا تدربوا ويا رب يظل مخلص لميديا المهم بعد ما يخلصوا تدريب يكون مزعوج من كل شي من فكرة انه هالبنت مو ميديا وبيحكي لها فجأتيني بصراحة انه ما بكتي ولا توقفتي فبتحكي له أنا مدينة لحياتي بميديا ولهيك رح اتصرف متلها من اليوم وفجأة بينتبه هيلي على القلادة اللي لابستها بينجلت هيلي لما يشوفها وبيسحبها من رأبتها وبيحكي لها كيف اخدتيها وبيمسحب كرامتها الأرض وبيحكي لها مالكتها السلسلة هي الوحيدة اللي إلها حق فيها وهي اختفت وطبعا هي المربية وبتكون ميديا عم بتفكر بحيرة عن اللي فيها تعملوا بمكانها وتتمنى تخبرها الناني أي شي فبتتذكر سايكي لما ميديا سألتها لما عرفت عن قوتها اذا فيها تشفي الموتة وحكاتي لها سايكي انه هالشي مستحيل بوقتها شعرت ميديا بحزون كبير وهلأ عم بتشوف نفس النظر على وجهه لي إضافة لنظرة غضب وحقد بيأخذ القلادة بس بتحكي له بليز لو ما رجعتها رح أكون مثيرة للشفقة والشبهة بس ما بيهتم ولما بتعد مع خدمتها الجديدة بتخبرها انه دوء بتدوئيها بكرة وبتحكي لها سايكي رجعت القلادة لمكانها فبتحكي لها الخادمة بصراحة ولا مرة شفتك البستيها دائما كنت بس تطلعي عليها وتبكي أو تهزني بشدة حسيت بفرح كبير لما لبستيها أكيد أنني فقورة فيك كتير أنك قدرت تتجاوز حزنك وتستمر بحياتك وبتراقبنا من فوق بتنصدن سايكي لما تعرف كل هاد وبتبكي وبتحكي لا لا أنا مو ميديا أنا بغضي لازم أتأسف كلام كتير غبي الله يستر منه أما الغبي يالوس فلسه بيدور على المواصفات السخيفة اللي حكت له إياها ميديا ومو لاقي حدا شبهه وبيروح يتفقد ميديا فبيلاقيها نايمة بتشار ميديا أنه في فراشة على عينها بتلحقها وبتلاقي حالها بحلم قدامها الناني بتفرح كتير وبتخبرها كل اللي يصار وبتحكي لها بليز خبريني شو لازم أعمل حاس حالي ضعيفة كتير بهالجسد وما بقدر أعمل أي شي بدومها المربيع وبتحكي لها حبيبتي طفلتي لازم تهربي والصدم النسايكي لما تقابل والد ميديا بيحكي لها بنتي بدي أخبرك بشي مهم وخلالها رح يطلب الملك الزواج منك ولازم تقبلي تنصدم سايكي وما بتعرف شو لازم تتصرف هل تخبر هيلي بكل اللي صار هيلي من قبل كان شرح لها عن مملكة هنال هي المملكة اللي هاجمت مملكتهم ودمرة كتير ولولا خطط ميديا الاستراتيجية الرائعة كانوا خسروا وتم قتل ملك دولة هنال حالا إيد ابنه الثالث واستولى على المكان بعد اللي صار بسبب قتريت الحروب ولكن هو بيسعى يقدم نفسه دولة مسالمة وابده حدا يساعده فبيقابلها الاب باليوم التالي وبيحكي لها جاهز حالك للزواج فبتحكي له سايكي شوي بس كأنه عمر زي هيك كتير كبير وابده تفكير فبيحكي لها نعم فبتعيد الكلام فبيمسك خادم وبينزل في ضرب وبيحكي لها شو حكيتي فبتحكي له هل هي شي ضروري وهي خايفة فبيحكي لها لولاي ما كنت شي وانا دربتك ورباتك لا تكبري بالاخر فشلت تكوني الملكة والكل هلأ بيحكي عن علاقة حب بينك وبينهلي وبييجي لا يضربها فبتقوم بتنط الخادمة لا تحميها فبيمسك الخادمة لا يضربها وبيحكي لها يعني مستعدة تتلقي العقاب عنها وبيحضر حاله لا يضربها الله يكسر ايدي بنفس هديك المرة فبتنط سايكي لا تحميها فبيوقف الاب وبيحكي لها ما اسخفك نفس هديك المرة لما قتلت مربيتك تتفاجأ سايكي تماما اما هيلي فبيحكي انه كان سخيف لانه غضب كل هلأت من سايكي بس ليمكن لانه حاسس بالزنب على موت الناني لايك مقادر يسيطر على حاله اما ميديا فبتضلت تسأل ليش مربيتها دائما بتحكي لها تهرب شو المخيف ولما تحس حلافات بتشوف يالوس بوجهها وبيضمع وبيحكي لها شكلك حلمتي حلم مخيف فبتحكي بعائلها ياريت اقدر اقتله هلأ واخلص كل شي مرة وللأبد وفجأة بنلاقي مقتول وميديا واقفة محتارة شو لازم تعمل فيه بس بنكتشف انه كل هات كان تخيل وهي زي الزفت عايش بوجهنا ولعيك لما بتفيق خايفة مرة تانية لانا اكتشفت انه كل هات حلم بيحكي لها اسف رح اسمح لك تتعلم المبارزة مثل ما بدك اما ساكي فبتدك انه كل شي صار كان بسببها وبوت الناني كان لانا انانية واخذت منصب ميديا وبتبكي كتير وبتلم حالها وبتتذكر لما شافت ميديا بعد اسبوع من الخزارة لما كانت ميديا غريبة جدا ولابسة اسود حاولت ساكي تصالحها وحكت لها انتي اهم بالنسبة للي من المنصب بس الواضح انه منصبي اهم مني للك فوقت بتسمت ميديا بتسامي غريبة مخيفة وحست ساكي انه ميديا صارت حدا تاني كل هاد كان بسبب الحزن والحقد تنهار ساكي اكتر وبتحكي انه نفسها تهرب من كل شي وانها مو بتقبل حالها ولا متقبل انه يالوس طلع بيكرهها وبدو اياها طمعا بقوتها بس بتتذكر انه لما ايجت ميديا تموت ترجت وضعت تعيش ميديا وحكت انها ما حتهرب بعض اليوم المهم باليوم التالي بتقرر تطلع ويتروح لعنده وتخبره بالإيسار وتعتزر منه ولكن بالطريق بتلاقي اول مكان تم تسكيره بيتوجهوا الخدم بالعرب الى البواب التانية وبيكون مسكر من قبل القرويين بينصدوا وبتخاف الخادمة عليها وبتحكي لها بليز لا تنزلي بس لما تنزل ميديا بتلاقي الكل واقف وموسى محلة تفوت وكأنه في طار بينها وبينهم وحتى انه ولاد بيضربها بحجر على عينها تتفاجأ سايكي من وين كلها لحقد ايجا للناس على ميديا اللطيفة وبيمسك واحد من الجنود الطفل اللي يقتله بس بتوقفه طبعا وبتحكي له ما سمحت لك تأذيه وبتطلع بالعربة تتساءل اكتر عن هالموضوع لتلاقي في عربة قادة تعطيهم قصاص عن انه ميديا شيطان شريرة وسايكي هي حمامة السلام وشي مخيف وكذب وبيحقونو ميديا حاولت تقتل سايكي بعيد ميلاد الامير وهو قتلها بالنهاية بتنصدم سايكي تماما من الكذب ومن تبرير الجريمة بهالشكل ليخلقوا حداوي ضد ميديا واخيرا بتوصل سايكي لعندهلي وبتحكي له خبرني بكل الحقيقة اما ميديا فبتطلب من اهل سايكي بعد ما تزورهم ترجع للاصل لحالها بس والدها بيخاف عليها فبتحكي الام لا تقلق انا برافقها ولا تخاف اصلا بدي احكي لها بعض الاخبار وبتحكي لها تعرف ان فيه اشاعات عن حب ميديا وهيلي لبعض فبتنصدم ميديا وبتحكي سايكي لهيلي خبرني كل شي انساك من تصرفات ميديا بدي اعرف معاناتها وبتحكي له لمصيبة عن الخطوبة فبيتفاجأ وبتوصل سايكي للأصر وبتعد معي يالوس وبحس انها سرحانة فبيسألها فبتحكي بعائلها اكيد ما حقدر احكي لك اني عم بفكر عن الشائعات بيني وبين هيلي وبتقول له مبين عليك تعبان فبيحكي لها صح مبارح وصلت مخطوطة وكنت بتسأل اذا بتعرفي اي شي عنها تنشل ميديا من الخوف معقول تكون هالمخطوطة وصلت بعد ما هي حكت مع الملاك لما كانت بجسد سايكي لما كانت عم بتموت بتحكي له ما بعرف شي بس بتسأله شو مكتوب فيها فبيحكي لها بدي اغادر وما بيعبرها تنهار ميديا من ضعفها وبتحس انها محاطة بالموت كتير وبتتسأل كيف ممكن تعرف المكتوب خصوصا انه كل الخدم بيراقبوا تحركاتها وبتحكي انه لازم تعرف هل هالخدم مخلصين لايالوس او خايفين منه وبتقرر ترقرب من واحدة منهم وهي نفسها اللي استخدمتها قبل لتجسسس على سايكي وبتحط مجوارات بمكان لتوقعها وفعلا هاده اللي بيصير لما تشوفها ميديا بتقولها شو عم تعملي وكيف بترجع تخونيني فبتقرر الخدمة ترجع تكذب وتتظهر وبتحكي لها اسفة اقتليني انا بستهل بس ميديا هي اللي طلبت مني اسرق هالمجوارات فبتبتسم ميديا وبتحكي لها والله فبتحكي الخدمة نعم لحتى تحررني فبتقولها ميديا الي كان تعملي كل هات حتى بعد ما كذبتي انه ميديا هي اللي قتلت الفارس مع انه انت اللي قتلتي شكله عن جد رح اقتلك وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الثالث من حكاية ميديا وصلوا هالمقطع لاكبر عدد لايكات واكتبونا بالتعليقات مين اكتر قصة بتحزن من بينهم بنشوفكم ملخص شديد ولوقتا سايونرا